مركز قرة عين للخصوبة فريق طبي متكامل على أعلى مستوى أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب وحدة خاصة بمنظار الرحم ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط مركز كرة عين الخصوبة البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات نعم بتخلينا نفرح يغبسي بك من لفاك يهل قلبك بالأمان والأمل والأمنيات البنين ويا البنات مركز كرة عين الخصوبة يلا سيبك من لفاك البنين ويا البنات حلم قلبي وذكريات نعم بتخلينا نفرح يغبسي بك من لفاك يهل قلبك بالأمان والأمل والأمنيات البنين ويا البنات شاهدين في كل مكان أسعد الله وأوقاتكم دائما بكل خير أهلا بكم في برنامجكم الطبي قرة عين معنا دكتور عبد المعطي السمنودي استشارة أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للخصوبة أهلا بسياتك دكتور بدأنا مجموعة حلقات عن مساعدة الحمل ووسائل مساعدة الحمل وتكلمنا حضرتك أن كانت عبارة عن تلقيح صناعي أطفال الأنابيب حقن مجهري ثم تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى مع الضمان بإذن الله أن هذا الجنين سليم ومعافى ومجنب من أي مخاطر تشخيص العيوب الكروموسومية في الأطفال قبل الزرع تمام تمام وتكلمنا أيضا عن نسب النجاح حضرتك لم تقف نسب النجاح ذكرت حضرتك في التلقيح الصناعي بتصل إلى 25% في الحقن المجهري وأطفال الأنابيب من 60% إلى 70% من 60% إلى 70% غالبا يعني تمام طب دكتور سؤال بيطرح نفسه نفترض أن تم إجراء هذه الوسائل المساعدة للحمل ولكن لقدر الله في فشل في فشل أسباب الفشل إيه دكتور؟ مزبوط أولا وبالذبت أسباب الفشل الرئيسية واحد قدرة الله يعني إيه قدرة الله؟ يعني لم يشأ الله أن يحمل أوريز زوجي مفيش نصي اقتبالك معي لأن إحنا عندنا إيمان قوي إحنا ناس مسلمين إنهم يهبوا لمن يشاء إنسا ويهبوا لمن يشاء زوجه والهبة معناها لا دخلة لأحد بها تمام يعني إحنا ما إحنا إلا وسيلة فقط زي وسيلة الدكتوري اللي بيدي عيالي للسخنية تمام والشفاء بيد الله لكن أحنا بنصف العلاج ونصف الوسيلة والشفاء عند الله كذلك احنا وصفنا العلاج ووصفنا الوسيلة والهبة من عند الله تمام فأول حاجة هي الهبة من عند الله 30-40% اللي ما بيحملوش كلها هبة ان ما جاتش المشيئة بتاع ربنا ده في مين بقى في الناس السلام 100% تمام اللي ما فيش اسباب تمنعهم خالص من الحياة الطبيعية لكن بقى الاسباب اللي تؤدي الى الفشل تمام دي اللي ندخل بيها الاسباب التي تؤدي يعني الشخصين هم السبب في الفشل احنا دخلنا فيهم دلوقتي بقى لكن احنا بتكلم عن ان ما فيش اسباب تمام يبقى فيه مشيئة تمام يبقى فيه هبة من ربنا تمام لكن فيه اسباب يبقى التكتول لازم يعرفها تمام الطبيعية المعالج لازم يكتشفها وإحنا زي ما قلنا يا ست علي الحقن المجهري واطفال النبيب زيه زي اللي بيزرع ارضه تمام عشان الارض اللي بتنبت نبتة سليمة لازم البزرع اللي حطها تكون سليمة تأكيد لازم الارض اللي هزرع فيها تكون سليمة تروة كمان لازم الميا اللي رايحالها والكماوي اللي بحطه يكون سليم. تمام. طيب نطبق ده على الزوج. عايز نطبقه على الزوج والزوج. تمام. نفس الطريقة كده. البزرع لازم تكون سليم. تمام. البزرع عباره عن ايه? في المرأة او الرجل? حيوان منوي وبويد. وبويد. يبقى كل ما يؤدي الى ان الحيوان منوي يبقى وحش يبقى هيؤدي الى بزرة وحشة. تمام. كل ما يؤدي الى ان البويدة تبقى وحشة بزرة وحشة الجنين في النهاية هيبقى وحش نتيجة يعيوب في الحيوانات المنوية يعيوب في البويدة المدخلات فيها مشاكل يبقى لو احنا دورنا على عيوب الحيوانات المنوية ايه؟ تمام نتفدها عيوب البويدات ايه نتفدها هيطلع عندنا منتج جيد جدا وهو جنين جيد تمام البذرة الأرض ما يروي هذه البذرة وتلك الأرض لازم تكون عملية نظيفة تماما الأرض بقى اللي هي بطانة الرحم بطانة الرحم بطانة الرحم لابد تكون سليمة وجاهزة لاستقبال جنين تمام يعني ما روحشي ازرع في بطانة رحم عاملة كده طلع ونزل بايزا كده لو أرض انا كفلاح هحرتها ووضبها ولوطها زي وانا فلاح بقى وزبطها خالص وارويها قبل ما ايه؟ قبل ما ابدأ العملية نفسها قبل ما ابدأ العملية وارويها قبل ما ابدأ العملية عشان انتبه جاهزة واه لالتقاط البذرة تمام الميا اللي بغزي بيها للأرض لازم تكون مياه سليمة مياه نظيفة الكيميائيات اللي بحطها سليم كيميائيات مش وحشة تفسد البذرة تمام يعني بالعربي الدم اللي رايح للجنين ده لازم يكون دم سليم الأدوية اللي بديها العيان لازم يكون أدوية صحيحة وسليمة تمام لتشبط الجنين الدم ده لا يحتوي على أجسام مضادة وأجسام منعية وناتشا كيرسل تقتل الجنين احنا كده ببساطة فوصلناها ان ازاي ان كل عيان يتخيل ايه مشكلته المشكلة الرئيسية طبعا هي البذرة الحيوان المنى والبويضة تمام يعني دي ده دخلها كله في الزوج والزوجة والمعمل وطبيب المعمل والطبيب اللي بيحضر الحالة تمام اللعبة كلها في الحتة دي في المنطقة دي اذا يعني ربما من يشاهد هذه الحلقة سواء الرجل او السيدة عندما يذاكر نفسه جيدة هل انا سليم هل الحيوانات المنوية سليمة هل الرحم جاهز لاستقبال هذا الجنين او هذا الحيوان المنوية حتى يتم الاخصاب والجنين مسائل طبية معلومات طبية اذا ما قدر لنا ان نعرفها ربما ستكون النتيجة مختلفة تماما انا عرفها ونحن وصلنا لمرحلة اللي احنا بسطنا للعيان ازاي يتخيل تماما هي المشكلة اللي ممكن تكون عنده وغفلها الطبيب تمام لو عندي حيوانات المنوية مشوه من الاول انا شايفها مشوه خلاص مية في المية مشوه بالعقل كده لا استخدم لا استخدم والعقل كده ما متوقع ان سبب الفشل لحيوانات المنوية بتاع الزوج تمام خلصنا مني طب لو عندي سائل منوي ملوس كله ميكروبات وكله صديد مشكلة نتوقع يطلع منه جديد مش كويس تمام وفي الحالة دي اقدر انا كطبيب اخدها عين اخدها منين اخدها من الخاصية من الخاص من السالب انا تمام يبقى انا كطبيب اقدر اتفادى اخدها من احدى من المنبع منبع المية اللي جاية للبيت المية كلها مية مجاري مينفعش واسخة طب انا اقدر اخد مية نظيفة منين من المصدر الرئيسي من عند الماكروب بتاع المايا تمام اهي دي نفس الطريقة تمام هنخدت حمال الماكروب من ايه من الماكروب ماخدهاش من الطريق بعد ما يمش في طريق الملوث ويلوث ويتعرض لكثير من الماكروبات خلتبالك معي تمام يعني ادي حاجة تؤكد لي ان ده عيان عنده دوالي اه مش كاله الفضل عمل لعملية قبل الحق المجاري تمام عيان مدخن تقيل يدخن كتير جدا تمام ده حيوانات مدخنية كلها مسممة اللي لم يتوقف عن تدخين فترة على الاقل شهرين قبل العملية فالعملية من الوقتي هيطلع لي جديم مش كويس نقطة يا دكتور هنا نصيحة دهبية اه كل شاب بتزوج ووجد نفسه انه ربما هناك مشاكل عليك اولا ان تقلع عن التدخين عليك ثانيا ان تتابع جيدا حالتك الصحية عن طريق معمل متخصص وبالتالي تذهب بالتحليل الى الدكتور يبص الدكتور سيادتك على التحليل وجده سليما معافا خلاص احنا كده عدينا المرحلة الاولى مصبوط نبدأ للمرحلة التانية احنا الوقت تكلمنا على الزوج طبع البوايضات بقى البوايضات برضه ممكن تكون بايضة مش وجاهزة يعني واحدة زيت عندها بطانة رحم مهاجرة اللي هي السبب الرئيسي والاول في فساد البوايضات البوايضات خلت بالك معي لابد من معالجة هذه البطانة الرحمية بطانة الرحم المهاجرة دي تمام قبل العملية على الاقل ب 3 شهور ليه بقى؟ لان البوايضات الرحمة المهاجرة بتفرز مواد سامة للبوايضات بتخلي البوايضات كلها مسممة زي الراجل اللي بيدخن تمام لو واحدة انت بتدخن نفس الطريقة نقول لازم توقف ترخينة يبقى البوايضات المهاجرة دي لازم تتعالج وتأخذ بروتوكول من العلاج اسمه الالترارون بروتوكول على الاقل 3 شهور قبل العملية تمام عشان نوقف نشاط البوايضات المهاجرة ونخلي البوايضات اللي طالعة طالعة في بيئة سليمة صالحة لها تكون بوايضة جيدة اذا دكتور من يتحدث او يعني يكثر الحديث ما علاقة التدخين بحيوانات منوية او برحم اذا هذا كلام خاطئ مئة بالمئة ده حيوان مسمم وبوايضة مسمم اذا مشاهدينا التدخين عند الشباب او عند البنات اللي تزوجنا حديثا هي مسألة قاتلة للحيوانات المنوية هي مسألة مسممة للحيوانات المنوية عليكنا ان تتجنبنا هذا التدخين حتى وان كان تدخين سلبي يا دكتور اه طبعا حتى تدخين السلبي الخطوة اللي بعد كده يا فن ايه برضو لسه في البوايضات يعني واحنا ست عندها تكيوس على المبيضي تمام البوايضات بتاعها ما بتبقاش بجودة المرأة الطبيعية تمام يبقى لازم يعالج ايه الاول تكيوس المبيض تمام نسيل هذا التكيوس اولا يعني انا ما جيلي واحدة عندها تكيوس على المبيض وابدأ لها حقنا مجهاري وتفشيل عملية بقى مش عارف هذا خطر عارف السبب يعني انا كطبيب المفروض اكون عارف المشكلة وعارف متوقع يستطيع معها ايه ارجو يا دكتور ان تواجه نصيحة لشباب الاطباء ايضا في هذه النقطة سيدة جاءت ولدها تكيوس مبيض يبدأ فورا با وتكيوس مبيض معناها هي والسعلي معناها عندها زيادة في هرمون اله تمام الهرمونين دول بيبوزو لك اي بوعد تمام طب ما انا صلح دول انا بوعدة مش يضع لبوعدة جيد صحيح صحيح قلت بالساعدتك الحاجة التالتة بقى والاخيرة قلنا ترخين وقلنا البطانة المهاجرة وقلنا التكيوسات المبيضين تمام حاجة مهمة جدا وهو الهرمون مخزون المبيض الحاجة الخامسة هو السن هو رقم واحد العمر عمر المرأة تعد الاربعين انا متوقع بوعدات مش حلوة اقل من الاربعين هناا فوق الاربعين بوعدات مش حلوة ليه بوعدات مالها اربعين سنه اشغالة في جسم واحد البوعدات عجوزة مزا ذاي شاب سنة نو 20 سنة صحيح يعني الساب عشرين سنة فيه صحة وعافية شاب خمسين سنة مفيش صحة قلنا يا فيها فالبوعدة نوه اربعين سنة جيد البوعده امر++ 20 سنة يبقى رقم واحد العمر رقم اثنين الامح اللي هو المخزون المبيض كل ما يقل كل ما يديك بوضعات مش كويسة رقم ثلاثة البطانة المهاجرة رقم اربعة تجاوزات المبادين رقم خمسة تدخيل خمس حاجات لازم نتفاداهم حتى المرأة وذلك النصيحة ان لازم المرأة تبدأ عملية الحق المجهري مبكرا قبل سنة الخمسة والتلاتين مشاهدينا هذه نصائح طبية مقدمة من دكتور عبدالنواط السمنودي استشار أمراض النساء والتوليد والعقم والحق من المجهري واطفال الأنابيب وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية الخصوبة حتى نتفادى بين قوسين أسباب الفشل إلى الملتقى في حلقة قادمة هذه أرق تحياتي البنين ويا البنات حلم قلبي وزكريات نعم بتخلينا نفرح يا رسيبك من لفاك إلا قلبك بالأمان والأمل والأمنيات البنين ويا البنات مركز قرة عين للخصوبة فريق طبي متكامل على أعلى مستوى أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب وحدة خاصة بمنظار الرحم وحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط مركز كرة عين الخصوبة مركز كرة عين الخصوبة يلا سيبك من اللي فات شركة الشريف ميديالاين لو عايز تنتج أو تصور أعلانات فاعليات ومؤتمرات منتاج وجرافيك استيديوهات على أعلى مستوى أحدث معدات التصوير برامج تلفزيونية تسويق البرامج والإعلانات مع شركة الشريف ميديالاين الأعلام بمنظور آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر